ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء إن المجلس سيعمل على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار انطلاقا من حرص الدولة على تخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقابات البيروقراطية وتدليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص وفي الصياق نفسه أكد مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات وذلك من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن